هذا الـ Predator Helios 300 صدار الهديد يعطيكم الصحفة العافية معاكم أحمد بعركي هذا الفيديو سيكون برعاية Acer تأكد تشوفوا الرابط الموجود تحت حق كل الأشياء اللي ممكن ما نتطرق لها حق الـ Predator Helios 300 فحق صداره 2022 سيكون فيه تغييرات من بره شكل الجهاز أول شيء الليد من فوق مثل ما أنت شايفين سيكون مصنوع من المعدن فيعطي حماية وطبق ممو طبيعية من ناحية الحساس بالجودة العالية اللي سيكون موجودة حتى الـ Dock مالا أو الـ Base هم بعد سيكون مصنوع من المعدن عندما تضعي ديكو تريح و عندما تستعمل الجهاز تشعر بالبرودة مالة المعدن اللي سيكون موجودة هنا و مرة ثانية جودة جدا عالية حق الخامات المستعملة الشاشة مالتها سيكون بحواف نسبيا أصغر من اللي كانت موجودة من قبل غير طبعا الـ Special Reality Sensors سيكون موجودة هنا من فوق نم باد عشان يواكب حجم الشاشة مع تراك باد مصنوع من بعد من الزجاج سيكون موجودة هنا الشاشة مات اللابتور راح تكون 15.6 بوصة تعطيك تردد عالي 220 هرتز من نوع IPS بانل تشتغل بشكل جدا مناسب بالذات حق الألعاب و من ناحية المواصفات راح ييكب Intel Core 9 12th Generation مع RTX GT 3080 مع ثمانية جيجا بايت من ناحية VRAM من نوع DDR6 تقدر تلعب على الكيبورد ما عندك اي مشكلة للسبيسينج ما لممتاز بس بس مع يدت اكس باكس و اكس باكس باكس بدولار واحد بالشهر راح تقدر تخلي هالجهاز يكون من افضل اجهزة اللي تقدر تلعب عليها الدمو اللي قاعد تشوفونا الحين حق هيلو انفينيتي اللي راح يكون جزء اصلا من اكس باكس 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 يشتغل بشكل مثل ما تشايفين جدا جدا مناسب يعتمد على اللعبة اللي راح تدعم لك الرفرش ريت العادي بس يا دوبك راح تشوف انت في اي نوع من اللاق حق اللعب او السكر برنسي لما تلعب بالضلطة في فرست برسن شوترز نفس هيلو معا اكيد اذا اللعبة كانت تدعم لك هذا شي اج دي اار مثل ما انت شايفيني هني هذا اللي انت قاعد تشوفوناه تصوير من شاشة مع انتي كوتينج ريكلكتف عشان لا تقدر تشوف الانعكاسات الممكن تطلع لك انت على الشاشة نفسها هذا بحد ذات يحسن لك جودة اللعب بشكل وايد اكبر حط بالك النتز ماله ما راح يكون وايد عالي كبيك لما تلعب برا بس انت تلعب داخل امور ما راح تكون عندك فيها اي مشاكل من ناحية الار جي بي راح يكون موجود انت عندك اكيد عالي الكيبورد وهم بعد راح يكون في ستريب موجودة هني من تحت ومن عالجوانب والترافل ديستنس مثل ما قلنا حق الكيبورد يشتغل بشكل جدا مناسب حين ليفرق عن هذا الاصدار من اللي قبله الازرار صارت ما فيها الفيل ما للربر اللي كان موجود من قبل معنانك انت يمكن احس ان حذاك ما كان فيه مشاكل بس هذا صراحة صار احسن ما يتميز اكثر من الكيبوردات الثانية بس بريديتر قدرت ان ايها تيبلك الترابل ديستنس اللي كان موجود على الكيبوردات قبل بشكل مريح سماعات ما لوت اللابتوب البوسمال هم راح يكون من تحت اكثر شي الفتحات ما تلهاوه راح تكون موجودة من فوق ما راح تسمعها لما تشتغل المراوح بس ممكن يتحسن بشكل افضل ما دلت التحديث هوائي ممكن هذا شي يتعدل لكن على وضع الحالي ما يعطيك ديستورشن بس الفوليوم موايد عالي اخر شي من ناحية الاي اوز الاساسيين اللي عندنا من وره راح يكون فيه تايب سي تقدر تستعمل عشان تشحن بس الشاحن مالها راح يكون ميتين وثمانين واط بريك راح يكون موجود داخل العلبة عندنا اجديا ما يدعم للتو بوينت وون عندنا الديس بلاي بورت وهم بعد هنا من صوب الثاني راح يكون عندنا اثنينة تايب اي ينقل بياناتي بشكل وايد سريع مع الال اي دي انديكيترز مثل ما انتوا شايفين وهنا عندنا الار جي فورتي فايف جاك بس هم بعد يدعم لك اللابتوب واي فاي سيكس حك سرعات عالية مع تايب اي ثاني وثلاثة ونصف ميلي والكيد عندنا اللوكي راح يكون هم بعد موجودة هنا وزن اللابتوب تقريبا ثلاثة كيلو فوزنه ثقيل بس هذا المتوقع من الخامات المستعملة زائد انه هو لابتوب لعب مع شاشا يعتبر كبيرة شي متوقع الكامير راح تكون موجودة هنا 1080P مناسبة حق الزومز والاجتماعات المرئية زائد ويندوز 11 بالكامل راح يكون موجودة هنا عشان يعطيك تجربة المستخدمة اللي انت ممكن تكون متعود عليها معنات الدعم حق تطبيقات اندرويد الى اخره ويندوز 11 صار معروف اكثر واكثر طبعا مع كل اصدار ينزل احنا من ناحية الكونفيقرات راح تقدر تحصل اكثر من الموديل اللي موجود معي هنا راح يكون 2TB SSD زائد 32GB DDR5 راح يكون وايد وايد سريع المعالج مثل ما قلنا راح يكون Core i9 12th generation و RTX 3080 من ناحية معاجل تصوير مش حركة انفيديا مع 8GB VRAM من نوع GDDR6 فملغوم من ناحية المواصفات فحتى ان انت كنت متابعة عشان تلعب ليش؟ بس بنفس الوقت راح يقدر يعطيك امكانيات جدا ممتازة حق اشياء الثانية لان شاشة مارتها ترددها عالي مع ColorAker C اللي راح يكون موجودة هنا حق PCI 3 Color Gamut يعطيك الوان وايد ممتازة شركة ايسر مع الـ Predator Line حطت لها سيت بسوق بشكل مطبيعي ممكن تقول مصدر اتقارن في الاتوبات الثانية الموجودة بسوق مع الشكل اليديد والهيئة اليديدة اللي يبلكيها زادولك من جدد التصنيع والخامات المستهدفة مواصفات جدا جدا عالية وممكن يكون افضل سعر مقابل المواصفات يعتمد على البجيت مالك مرة ثانية ارجى حق الرابط تحت عشان تعاف السعر وباجر المواصفات بالكامل وتوقع بس شاركني رايك تحت مكان اللابتوبات الموجهة لللاعبين وين قاعد توصل واذا انت من الناس اللي فكر ياخذ لابتوبات ملوط لعب عشان نسوي فيهم شغل ثاني ان كان منتاج الى خره رايك ناراي تحت وتوقع بس سمحنا على طال الكسور سلامتكم تعيشون أحمد بعريكي فمان الله الكريم